بالنسبة للبلطات بالذات البلطات السولد عشان هي بتبقى مسطحة والتي اس التخنة بتاعتها تعتبر قليلة شوية فأي لود يتحط عليها طبعا هعملها ايه هعملها دفلكشن فمشكلة البلطات ان دفلكشن بتاعها بيبقى كبير ممكن تطلع في الاخر انسيف دفلكشن فلازم واحنا بنصمم نراعي ان في الاخر الدفلكشن بتاعها يبقى قليلة ليبقى سيف دفلكشن طيب حد يفكر الدفلكشن كنا دايما بنحسبه ازاي كان دايما بيسوي رقم م road � و انا ل atmos مقسون عندنا على T . فكنوا بيعتمد دايما على load. T مهم دلوقتي and spread . لو نقدرنا نزود y او نزود y ايه لا يحصل دفلكشن ساعتها دفلكشن هيقل طب حد افكرة heli بترمز لشى الموatan trying to be my Tur! �식าย الو تفتكر كلما المنترية بتبقى انشف تبقى اقوى كلما ال Ext لو تفتكر كاللهيه كالتموديلس افلستيستي كل ما الماتيريه بتبقى انشف تبقى اقوى كل ما الـ E تزيد في الديفلكشن يقل طيب الـ I لو تفتكر بترمز لإيه للديمانشنز اللي هي المموضف انرشي كل ما الابعاد بالذات التاخنا بتاع البلاطة تزيد الانرشي تزيد طب حاليا دلوقتي انا لو عايز ازاود الـ E بتاع البلاطة عشان اقل الديفلكشن حد يفاكر كن ازاوده ازاي حد يفاكر الـ E كاب بتساوي ايه مفروض الـ E بتاعت الستيل كاب بتساوي عندنا حاجة اسمها N اللي هي اسمها موديل الرشو في الـ E بتاعت الخرصانة يعني الـ E بتاعت الستيل N مرة قد الـ E بتاعت الخرصانة وحد يفاكر الـ N دي كاب بتساوي 10 before cracking و 15 after cracking يعني اقل قيمة لها مفروض تبقى 10 طب بعد كده معناه ان الـ E بتاعت الحديد 10 مرات قد الخرصان يبقى كل ما نزود كمية الحديد في البلاطة يحصل إيه للـ E بتاعت البلاطة كلها تزيد فيحصل إيه للـ E بس موضوع ان احنا نزود كمية الحديد قوي في البلاطة ده حاجة مكلفة جدا جدا لان حديد اغلب كتير طبعا من الخرصانة فبالتالي موضوع هيبقى غير عملي بالمرة فاحنا بصراحة بالنسبة لنا عشان نقل للـ Deflection ارخص لنا بكتير جدا جدا ان احنا نزود إيه نزود الـ I مش الـ E طيب ازود الـ I ازاي دلوقتي لو احنا خدنا Cross Section في البلاطة واحنا عارفين طبعا ان المفروض البلاطة دي عشان لها فمفروض البلاطة المهم بتاعها vertical ماشي مفروض المهم بتاعها رأسي يعني معنى صح بيلف عندنا حوالين المحور الأفقي طيب انا حاليا دلوقتي يبقى يهمني دايما وانا باحس بالإنيرشيا احسابها دايما حوالين انهي محور المحور الأفقي طيب حاليا دلوقتي حد افاكر الـ I ده ما بتسوي ايه افتاكر العرض الموازي للمحور دافعا في العرض العمودي على المحور تكيب على كام على 12 طب العرض الموازي للمحور اللي هو الـ B اللي هو مقصوب بيعرض البلاطة طيب اللي عمودي على المحور اللي هو الـ T-S تخنت البلاط يبقى الـ T-S هي لها تكعب على 12 يبقى شيء ما امتقي دلوقتي دلوقتي انا عشان ازود الـ I قوي ازود العرض ولا ازود التخانة طبعا انا كده كمش هقدر ازود العرض ده اللي هو عرض البلاطة لو عرض القوضة فما قدمنشغل ان احنا نزود الـ T-S و T-S بما انها بتكعب طبعا يبقى ونس انت زودتها سنطي ساعتها إيه اللي يحصل الـ I تزيد قوي فالـ I كل ما تزيد طبعا يحصل إيه في الحالة ديت طبعا الدفليكشن ساعتها يقل يبقى بصراحة كده اكتر حاجة عندنا ممكن تقل الدفليكشن للبلاطات ان احنا نزود الـ T-S بتاعتها البلاطة نزود تخنت البلاطة فتفرق كتير قوي لساعتها الإنرشي بتاعتها البلاطة تزيد قوي فالدفليكشن ساعتها يقل بس خبالك الكلام ده بليمتس ليه بليمتس؟ لأننا كل ما زود T-S يحصل إيه اللي وزن بتاع البلاطة اللي هو الـ WS يزيد قوي طب لو الـ WS زادت يحصل إيه اللي البنة ممتل على البلاطة هيزيد جدا يبقى لما نيجي نصمم البلاطة متوقعة ساعتها تطلع كمية حديد كبيرة جدا جدا يعني التكلفة بتاعت البلاطة بقت غلي قوي فالموضوع بقى غير عاملي فاحنا بصراحة دايما كده في البلاطات السلد المفروض عشان نقل ديفليكشن البلاطة بنزود T-S البلاطة بس بليمتس معينة لو لقينا إن المساحة زادت قوي بالدرجة نحن هنحتاج T-S كبيرة قوي زيادة عن اللزوم في الحالة دي يفضل نستخدم سيستم تاني من البلاطات زي الـ Flat Slab أو الـ Holy Blocks ده لسه إن شاء الله هندرسه بعدين لكن مبدأيا خلينا في الموضوع بتاعنا نهاردة إن شاء الله لما نحب دايما كده نحن نقلل الديفليكشن بتاع البلاطة يبقى أول حاجة هنفكر فيها طبعا إيه هي إن إحنا ساعتها نزود T-S البلاطة